اشتركوا في القناة ترامسيس الثالث في ضيعة امون ولو ارتباط دي وجهة المعبد هحكي القصة دي في النهاية لكن وجهة المعبد واخد شكل البيلون تمثالين للملك الملك بيدرب الاعداء قصاد امون امون بيدله سيف الانتصار دي الوجهة الشرقية بالمناسبة امون بيدلي الملك سيف الانتصار منه بدخل الى مدخل او الفناء المفتوح في المعبد الفناء المفتوح المعبد ده لما حضراتكم تبصوا عليه هو القبي من معبد هابو التمثيل الازيرية على القعدة مع التمثيل الازيرية بلاقي معاها عدد من الالقاب الخاصة بالملك عنخ نتر نفر فليحيى الملك العظيم لو بصينا عليها هنلاقي هنا على القعدة هو النص بتاع الملك بيقول عنخ نتر نفر نب طوي وبعد كده بيكمل الالقاب بتاعته المحبوب من امون واوا والغاية ما بيكمل معايا النص على الكتفين وانت داخل بتلاقي دايما المنظرين اللي يعلمينه على الشمال امون قاعد والملك بيتلقى من امون الاعياد حفن رمبوت ام حبوت دي القصة اللي احنا هنا علامة رمبت اللي ماسكها الجريدة الاله والاله في نهايتها علامة حفن اللي هي مئات الالاف وبيتدلى منها علامة الايد فالملك يتلقى مئات الالاف السنين من الاعياد من امون المناظر هي مناظر التقديمات المعتادة اللي بتتم لمركب امون او لامون رعب كل التفاصيل والملك هنا بييجي بيقول لامون انه بيقدم له كل الخيرات ده جزء من بردية هارس لو حضراتكم فاكرين اللي بتحكي على الخيرات اللي قدمها رمسيس الثالث لامون والثيران الكتيرة ومركب امون اللي هي اسرحات امون اللي بتدخل ليه المعبد كجزء من الخدمة اليومية اللي بتتم ليه الاله ومعها المراكب بتاعة موت هنا بييجي قدام امون وموت وخنصه بيقدم للثالوس الملك بيفتتح مائدة القربين وخلفه بييجي دايما الاله راحه راختي او احد الالهة الاخرى والملك بييجي برضو يفتتح القربين امام الالهيات المختلفة يعني المناظر اللي في الفناء كلها مناظر تمثل جزء من الخدمة اليومية التي تتم بين الملك وبين الاله امون سواء على المركب بتاعته او على مركب المعبودة موت او على مركب خنصه زي المناظر بالكامل ما بتمثل عندي يعني بلاقي مركب موت وبلاقي السالوس بتعطيبة والملك امامه بيقدم القربين بكل الطب في نهاية الفناء بلاقي فيه ثقيفة من اربع عامدة الثقيفة مناظرها المعتادة هي تطهيرات فادخل الى صالة الاعمدة او الفناء المفتوح ثمان اعمدة في اربع صفوف مستو ايه انه بيدخلني على التلات مقاصير الشهيرة المقاصير الخاصة بالثلث المناظر الاساسية الى ناحية الشمال اللي هي في ظهر المدخل هتلاقوا كلها حضرتكم مناظر تقدمات الملك بيقدم للالهيها المختلفة يعني هنا ألاقي الملك بيقدم لراح وراختي وورا الالهة ايزيس الملك بيقدم الخبز الابيض بالمناسبة حتى مكتوب ان هو التحج الملك هنا بيقدم لمنتو وورا منتو حطحور اللي بتديله الحياة وانشراح القلب بالكامل منتو صقر على راسه رشتين امون ما ننساش دي ابدا يا جماعة بلا بعد كده الملك بيقدم القربين لامون وورا امون موجودة الهة قد تكون هي الالهة موت او قد تكون احدى المعبودات الاخرى يمكن نص هنا لكن المنظر ده من المناظر الحلوة الملك على هيئة الكان بيقدم القربين لامون بهاية ادمية وعرسو ارسل الشم ووراني فتيس منظر غريب ان انا لايه ولكن النصر يقول امون را هنا الملك مونتو بيزقه يدخلوا الامون وموت وخنصوا للثالوس المقدس في المخدم الحميمية في العلاقة بتبدأ تظهر هنا زي مونتو بيدخلني على المقاصر اللي قدامي دي معصورة موت على البوابة الملك يمين وشمال مرة بتاج الابيض ومرة بتاج الاحمر بيرحب وموت بتروح فتحة لعقد المينات المينات اللي هو الحياة والابدية والملك هنا بالتاج الابيض اصاده الناحة التانية بالتاج الاحمر كأنه بيدخل لمقصورة موت اللي فيها المناظر في الداخل موت بتتقدم للقربين والملك بيتعبد امام آمون وامام المعبودة موت ربت المقصورة والمركب المقدس بتاحها ثم ييجي الملك ويقدم القربين مرة تانية امام الالهة او الالهة المختلفة في المقصورة هنا بيدخل على الناحية الغربية بلاي المناظر برضو على الجدران كلها مناظر تقدمات لكن المأسورة الأهم عندي هي مأسورة أمون اللي احنا داخلين عليها لأن مأسورة أمون بلاقي لها واسط موجودة قدامي مسكة سيسترو وقدامها المرسوم اللي بيقول خيرات واسط كلها لضيعة أمون العظيمة ثم الملك يطهر أمام مركب أمون التي ستبدأ الخروج من قدس أقداسه في هذا المعبد إلى احتفالات الأوبت اللي بتتم وبيطهر أمام المركب وبيبتاج الخبرش كأنه حورث المنتقم لأبيه اللي بيأتي لأبيه في هذه المقصورة بيجي الملك بعد كده مع المركب وبيقدم القرابين لكل طاقم المركب من الآلهة المصاحبة لأمون تيجي موت ييجي مركب موت والملك يقدم لها برضو القرابين موت دايما الست اللي على رصة التاج المزدوج زي ما قلنا لو حضراتكم فاكرين الملك يحرق البخور قدامها أو يقدم باقات الظهور ويجي يفتتح الطريق أمام موت لتخرج إلى معبد الأكسر في احتفالات القبط نيجي بعد كده نشوف المركب بتاعة الملك نفسها وهي بتنزل إلى النيل كأن الملك حيشارك في الاحتفال اللي يخرج وهادي مركب خنصه بالراس الصقر وعلى راس هالة الأمر مركب الثالوس المقدس تور وخنصه نعرفين أنه فيه مأسورة صغيرة بتاعته فيها مناظر تقدمات قرابين وافتتاح الموكب اللي بيتم ليه الإله أو للثالوس المقدس هنا المراكب بتبدأ تخرج بتنزل المراكب الملك بيتحرك مع مراكب الثالوس إلى النيلو بيقدم القرابين أمام الآلهة ومتعبد أمامهم لخرجهم من الكارنك إلى الأكسر كثالوس مقدس بيخرج بالكامل مع تقدمات قرابين مناظر معتادة تماما لكن هنا زي ما بيقول لحضراتكم الثالوس المقدس والملك بيتعبد وخلفه موجودة لإله حطحور اللي هي كأنها الأم وكأنه بيؤكد أن هو حورس ابن حطحور اللي خرج منها بعض النقوش اللي وعيد تركبها بتصور مناظر جدارية لرمسيس الثالث وهو بيتعبد بأشكال مختلفة أمام قادي المركب بتاعة أمون وهي بتنزل عشان القبط المركب هنا لأن العيد هنا بقى بري بحري أو بحري بري رمسيس الثالث بيخرج قادي المراكب وهي متربطة مع بعض الجزء بتاع القبط اللي هو موجود جنب المقاصير بتاعة الثالوس وقادي المركب بتاعة الملك نفسها مركب أمون ومركب الموت ومركب خلص والمركب الملكية نفسها وهي بتخرج مع الموكب علشان يصاحب الملك كجزء من منظومة احتفال القبط اللي كان بيصل احتفال في هذا الوقت قادي المركب هاي ظهر قدامي مركب الملك نفسه قلت لحضراتكم أن المركب هنا ربما كانت بتتحرك فيما يوازي حوالي 21 يوم احتفال العيد وهو عودة أمون من أمون من إيبت سوت لأمون في مقره الجنوب قادي الملك جزء من الاحتفال بيقدم القربين وافتتاح العيد وكأن هنا المنظر ده بيمثل أمون في الأكسر وعودته إلى الإيبت سوت المناظر الخارجية من الحائط الشرقي للمقصورة أو معبد رمسيس الثالث كل مناظرها بتمثل مناظر القربين المختلفة والتعبدات التي يكون بها الملك أمام الإله أمون مقدما القربين ومقدما الخيرات التي يحتاجها المعبد وزي ما قلت لحضراتكم أن معبد رمسيس الثالث هو نموذج صغير من هابو أراد فيه الملك أن يوضح كل ما كان يقوم بيه للإله وكل ما كان ينبغي أن يقدم كمعبد كامل وكأنه بيؤلن أنه بيقيم معبد جوه الكرب القصة اللطيفة المرتبطة عندي مع مناظر التقديمات اللي احنا بنشوفها في الختام أن استراك العمال في دير المدينة تكلمت على المعبد ده وقالوا أن أيام رمسيس الثالث أحد العمال بلغ من حاكم الشمال أو حاكم الشرق آسف أن الملك رمسيس الثالث جاي يزور معبده ويبتدى رئيس الراجل يصحي العمال علشان ييجوا اللي منهم كان مريح أو مقايح إلا أن أحد العمال ظل نائما حتى دخل الملك وعنفه رئيس العمال وابتدى يزعق له أو كده أن يضربه وتخصم منه جزء من راتبه التقدمات اللي بتتم على المقصورة رمسيس الثالث بيتعبد أمام أمون وموت وخنصه بكل التفاصيل وتقدمة الفازات وتقدمة القرابين بأنواحها على الجدار الشرق الخارجي الملاسق لبوابة رائعة هنشوفها مع بعض إن شاء الله تعالى وهي بوابة البوبسطيين البوابة دي بتنتمي لملوك الأسرة 22 أسركون شاشنق بيظهروا عندي الملوك دول على الجزء الداخلي منها مناظر الرضاعة مع الآلهة مناظر العبادة مناظر بيحاول الملوك الأسرات المهجنة معلش حبش أقول لوسطات الليبية بقول الأسرات المهجنة اللي بيحمله الأرقين المصري وحدود مصر الغربية مما يعرفوا باسم الماخيموي أو المشوش اللي ظهروا في نهاية 18 وده في محاضرات التاريخ إن شاء الله هنشرحها في جزء تاع العاصم ته عملوا البوابة دي عرغم إن عاصمتهم في الشمال شان يقولوا الأمون إن هم انتصروا باسمه شاشنق وأسر كون بيعترفوا الأمون بالانتصار باسمه باللهة المناظر الرضاعة من الإلهة موت يكونوا يرضع من موت وبيقول أسر كون إن هو إبد خلص يعني ده المنظر يمكن قدامنا أسر كون هنا بيرضع أو شاشنق أسف بيرضع من موت رضاعة صريحة إن هو ملك الجنوب خلوا بالك وبيحكم من الشمال فهو ملك الجنوب سف الانتصار بيتلقى أسر كون هنا بقى بيتلقى سف الانتصار من أمون رع إذن هو بيعلن شرعية حكمه من هذا المنظر التفريغ وتعالى وبياخد تاج الخبرش والأعداء قدامه لأن البوابة دي بتمثل بالنسبة لأهمية كبيرة أهميتها بتكمن فيه إن الكتاب المقدس بيتكلم عندي على شاشنق وعلى الحكام المصريين الذين انتصروا على سكان حواف مصر الشرعية وفلسطين قادل منظر المفرد أمون شاشنق بياخد سف الانتصار وبيقدم الأعداء لأمون الأعداء بالمدن النص اللي متوزع عشر صفوف من الأسماء محطوطة في أشكال خراطيش محصن إشارة لإسم الحصنة أو المدينة وجي منها إسم الأسير الصفوف من واحد لخمسة فيه تلاتاشر صف وصاد أمون دول تلاتاشر صف من ستة لتسعة هنلاقي واسط بتظهر في طرف المنظر التاني هنا قادي المدن والأسماء بتاعتها الصف العاشر اتكشف عنه 1854 فيه خمسين إسم أول تسعة أسماء في القيمة بنعرف إنهم مكتوب بالأقواس التسعة المدن التسعة وفيه أربع أسماء كمان لوحة خادها ليبسيوس ونقالها لمتحب برلين أورشاليم اتكلم الكتاب المقدس إن شاشاق راح وكس لكن شاشنكو مش موجود ربما تكون في واحدة من المدن المكسورة إن حبينا نحن زي المنظر اللي قدامنا مثلا الأجزاء المكسورة قد يكون فيها لما نيجي نشوف المشروع المصري الفرنسي اللي بيتكلم اللي عادة نشر الكارنت هنلاقي ابتدأ يديني تفريغات لأسام المدن يعني هنلاقي تاكن هنلاقي تشينم هنلاقي بيت تشينر أو بيت سينر هنلاقي مدن زي كوتجم اللي هي منطقة زي قادش ومدينة زي مينتيو هنلاقي مدن سيخة إيام سيخة إيام اللي هي الغبط على الأشجار أو مناطق الأشجار مناطق كتيرة أو أسامي مدن بعضها وده الجميل كان بيكتب في داخل خرطوشين إذن الملك شاشنكو هنا وأسرته من الحكام وحنعرفين إن شاشنكو جي بعد حدوتها وحاول فيها إنه يصل إلى الحكم بناء على الوحي الإله وحكم من الدلتة من تل بسطة فكان حريص الملوك دول جدا إن هم يكسبوا ود أمون طب أكسبوا ود أمون من إيه من خلال المنظر اللي إحنا شايفينه الأسامي اللي موجودة قدامنا للمدن اللي بينتصر عليها بعد أسماء المدن ودي حاجة غريبة كان بيكتب في داخل خرطوشين يعني بلاقي بيت جيب مثلا دي مكتوبة في خرطوشين مدينة اسمها مدينة إبرام أو عبريوم مدينة عبريوم دي في الصف 47 بالمناسبة إن عدينا الصفوف وفي قليل التأسيمة الجديدة ألاقي مدينة زي مدينة بنير ومدينة بنر وبعض المدن اللي هي قنب قنب اللي هي قد تكون مدينة جوبيل إذن أنا أمام بوابة فريدة من نوحة في معبد الكارنك وأشكركم وأشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات الكارنك إن شاء الله اشتركوا في القناة